اشتركوا في القناة ومع تعطل سلاسل الإمداد الغذائية الدولية ومؤخراً أيضاً اندلاع الحرب في أوكرانيا فقد تفاقمت أزمة الغذاء بشكل حد لا سيامة في المنطقة العربية كنتيجة لكل هذه الأحداث ووفقاً للأرقام والبيانات والمعلومات والمدخلات التي ظهرت خلال الاجتماع السابع لللجنة الفرعية المعنية بالقضاء على الجوة في المنطقة العربية والذي عقد في يونيو 2022 فقد أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل يجتمع لبحث دور مبادرة القضاء على الجوة في المنطقة العربية في معالجة آثار أزمة الغذاء في المنطقة العربية وتحديد الإجراءات الرئيسية الهامة على المدى القصير والمتوسط والطويل وبالفعل فقد تم تشكيل فريق عمل يضم أعضاء الأمانة الفنية وعدد من المنظمات من أعضاء اللجنة والذين اجتمعوا برئاسة جامعة الدول العربية وباستضافة من الأسكوا ببيروت في أغسطس 2022 من أجل بحث سبل تفعيل دور المبادرة العربية في حل آثار أزمة الغذاء العالمية وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة سياغة الوثيقة التي تم الانتهاء منها وهي بين يديكم اليوم السيدات والسادة اسمحوا لي في هذا المقام أن أشيد بالجهد الكبير الذي بدل من قبل أعضاء الأمانة الفنية لللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية والذي يعد تتويجا لشراكة ناجحة لدعم دور مبادرة القضاء على الجوع ومن ثم ما وصلنا إليه اليوم وهو توقيع هذا البيان الهام كما أختنم هذه المناسبة لأتوجه بجزيل الشكر لمعالي الأمين العام على حضوره مراسم التوقيع وللمنظمات الشريكة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الأسكوا وهي بالمناسبة سيتم التوقيع من قبل الأمينة التنفيذية يوم 16 الجاري منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبهذه المناسبة أيضا نشكر الدعم الفني والمالي المقدم من المنظمة لإطلاق هذه المبادرة والعمل على تنفيذها وبرنامج الأغذية العالمي WFP الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد المنظمة العربية للتنمية الزراعية المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأرازي القاحلة المجلس العربي للمياه الاتحاد العربي للصناعات الغذائية شبكة بنوك الطعام الإقليمية والمجموعة العربية لحماية الطبيعة وجميع من شارك في العمل على إعداد هذا البيان بمنظماتكم الموقرة وأؤكد مرة أخرى على تطلعنا لاستمرار مشاركتكم ودعمكم لتنفيذ مخرجات هذا البيان للخروج من أزمة الغذاء في المنطقة العربية أشكركم أود أن أعبر عن عميق الشكر لكل هذه المنظمات الدولية والإقليمية والأخرى التابعة للجامعة العربية لهذا الجهد المتميز جدا هذا الإعلان يعكس وعي الجامعة العربية وكافة المنظمات التي شاركت في إعداده الوعي بأن هذه المنطقة تتعرض لضغوط بالغة الشدة تتطلب بزل جهت تحديد أولويات وضع خطط للتصدي للمشكلات ما هي المشكلات؟ الإقليم تعرض في الفترة من 2020 بداية 2020 وحتى اليوم ولا يزال يتعرض لأزمتين ضغطتين للغاية أزمة فيروس كوفيد وبما أدى إليه من صعوبات في الاقتصاد الدولي وهذا الوضع الاقتصادي الدولي انعكس بالسالب على أوضاع الاقتصاديات العربية ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بكل عواقبها وعواقبها أساسا في التأثير على محتوى الغذاء لشعوب الدول المستوردة منطقة العربية تستورد للأسف ما يقترب من خمسين في المائة من احتياجاتها من الغذاء وبالتالي وبالتالي وعندما ارتفعت أسعار الأقماح والحبوب بهذا الارتفاع الجنوني أدى هذا إلى ضغوط على ميزانيات الدول الأعضاء هناك كوارث تتعرض لها بعض الشعوب في الإقليم العربي نتيجة ل ارتفاع الأسعار من ناحية نتيجة ل الفيضانات من ناحية أخرى نتيجة للجفاف من ناحية ثالثة وكل هذا عرض المنطقة إلى هذه الضغوط التي نعاني منها الآن يضاف إلى ذلك تغيرات المناخ بكل تأثيراتها السلبية على الإقليم العربي يمكن في اللقاء معكم في الداخل تحدثت عن أنه الأنهار العربية أو المياه العربية تأتي من مناطق خارج المنطقة العربية وبالتالي هي أيضا معرضة للضغوط فهذا الجهد اللي قامت به الجامعة العربية مع كل هذا المجتمع الدولي والإقليمي منظمات الدولية يعكس وعي يعكس اهتمام نشكركم عليه ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مستقبل الأيام القادمة والسنوات القادمة لأن الضغوط لم تتوقف الضغوط سوف تستمر وبالتالي علينا مهمة صعبة جدا أن نحمي الشعوب العربية من هذه الأوضاع اليوم على سبيل المثال قرأت عن الاهتمام البالغ من قبل الدولة المصرية لزيادة رقعة الأرض الزراعية في مصر لتحديث الزراعة المصرية لاستخدام التكنولوجيات الحديثة بشكل يؤدي إلى ارتفاع طاقة الانتاج الغذائي وبما يوفر على الشعب المصري الكثير من الانفاق في استيراد الغذاء كل التمنيات لهذا الجمع ولهذه المجموعة وأتمنى للأجهزة المعنية أنها تنشر وعلى أوسع نطاق هذا الإعلان ونشكركم جزيلا على ما قمتم به من جهة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر